بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة ستكون تحت عنوان كتابة الهمزة يعد هذا الموضوع من المواضيع المهمة وذلك لكثرة الخطأ فيه من قبل الطلبة وغيرهم وخصوصا أثناء كتابة الهمزة المتوسطة أو التي تقع في وسط الكلمة فهذه الهمزة تتغير فتارة تكتب على الألف وتارة تكتب على الواو وتارة تكتب على الياب فحتى نستطيع الكتابة بالشكل السليم وبالشكل الصحيح هناك قواعد يجب أن نتبعها وقبل الخوض في هذه القواعد ندخل في موضوع الهمزة حتى نعرف أنواعها للهمزة نوعان همزة قطع وهمزة الوصل ما هي همزة القطع؟ وهي همزة تكتب وتنطق وتكون في أول الكلمة ووسطها وآخرها وقد تجتمع حمزتان في كلمة واحدة الهمزة في أول الكلمة تكتب مع الألف حمزة القطع في أول الكلمة تكتب مع الألف دائما فوقه إذا كانت مضمومة أو مفتوحة وتحته إذا كانت مكسورة نحو كلمة أخذ وأخذ وكلمة إنسان الهمزة وسط الكلمة هنا كثير ما يقع القطع في كتابة هذه الهمزة أنه متى تكتب على الألف ومتى تكتب على الياء ومتى تكتب على الواو ومتى تكتب مفردة تكتب الهمزة باتباع قواعد بسيطة هذه القواعد تعتمد بالصورة الأساس على أقوى الحركات ماذا تعني أقوى الحركات؟ في العربية عندنا أربع حركات هي الضمة والكسرة والفتحة والسكون هذه الحركات الأربعة الهمزة سوف تكتب على الحرف الذي يطابق هذه الحركات فإذا أردنا أن نصنف هذه الحركات الأربعة أقصد بها الضمة والكسرة والفتحة والسكون إذا أردنا أن نصنفها أو أن نرتبها بأقوى الحركات فأقوى حركة موجودة في اللغة العربية هي الكسرة ثم تتبعها بعد ذلك من ناحية القوة الضمة ثم الفتحة ثم السكون يعني أقوى حركة موجودة في العربية هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون كتابة الهمزة في وسط الكلمة تعتمد على أقوى الحركات هذا من جانب من جانب آخر نأخذ دائما حركة الهمزة وحركة الحرف الذي يسبق الهمزة ونرى أي الحركتين أقوى فتكتب على الحرف الذي يطابق الحركة الأقوى فإذا كانت كسرة فتكتب على الياء أقوى الحركات إذا كانت كسرة فتكتب على الياء وإذا كانت أقوى الحركات الضمة فتكتب على الو وإذا كانت أقوى الحركات الفتحة فتكتب على الألف الآن نأتي متى تكتب الهمزة على الألف؟ تكتب الهمزة على الألف في حالات ثلاث إذا كانت الهمزة مفتوحة وكان ما قبلها مفتوح يعني كان الحرف الذي يسبق الهمزة مفتوح فتكتب على الألف مثل كلمة سأله وكلمة رأى وكلمة نأى إذا كانت الهمزة مفتوحة وكان ما قبلها ساكن يعني الهمزة مفتوحة وكان الحرف الذي يسبق الهمزة ساكن فتكتب على الألف لماذا؟ لأن الألف هو أقوى الحركات الفتحة هي أقوى الحركات فتكتب على الحرف الذي يطابق الفتحة وهو الألف ثالثا تكتب الهمزة على الألف إذا كانت الهمزة ساكنة وكان ما قبلها مفتوح يعني إذا كان الهمزة ساكنة وكان الحرف الذي يسبق الهمزة مفتوح فتكتب على الألف لماذا؟ لأن الفتحة أقوى من السكون فتكتب على الحرف الذي يطابق الفتحة تكتب على الواو في الحالات الآتية إذا كانت الهمزة مضمومة وكان ما قبلها مضموم مثل كلمة رؤوس وكلمة شؤون ثانيا إذا كانت الهمزة مضمومة وكان ما قبلها ساكن يعني إذا كانت الهمزة مضموما وكان الحرف الذي يسبق الهمزة ساكن فتكتب على الظم لماذا؟ لأن الظم فتكتب على الواو لأن الظم أقوى من السكون فتكتب على الحرف الذي يطابق أقوى الحركات وهو الواو ثالثا إذا كانت الهمزة مفتوحة أو ساكنة وكان ما قبلها مضموم لأن الظم أقوى من الفتحة وأقوى من السكون فتكتب على الحرف الذي يطابق أقوى الحركات وهو الضم مثل كلمة سؤال فالهمزة مفتوحة والسين مضمومة وكلمة فؤاد الهمزة مفتوحة والفاء مضمومة وكلمة مؤمن الهمزة ساكنة والميم مضمومة وكلمة بؤرة الهمزة ساكنة والباء مضمومة فتكتب على أقوى الحركات جيم تكتب على الياء في الحالات الآتية مثلا تكتب على الياء الياء كما قلنا تتبع أقوى حركة وهي الكسرة فتكتب على الياء في هذه الحالات الحالة الأولى إذا كانت الهمزة مكسورة الهمزة مكسورة وكان ما قبلها مكسور أو مفتوح أو مضمو مثل كلمة مبتذئين وكلمة يكتئب وكلمة سئلة ثانيا إذا كانت الهمزة مكسورة وكان ما قبلها ساكن الهمزة مكسورة وقبلها حرف ساكن فتكتب على الياء لماذا؟ لأن الكسرة أقوى من السكون فتكتب على الحرف الذي يطابق الكسرة وهو الياء فمثل كلمة أسئلة وقائم وملائم إذا كانت الهمزة مضمومة وكان ما قبلها مكسور نحو مستهزئون ومبتدئون إذا كانت الهمزة مفتوحة وكان ما قبلها مكسور نحو كلمة فئة وكلمة رئة وكلمة مئات إذا كانت الهمزة ساكنة وكان ما قبلها مكسور نحو كلمة بئر وكلمة ذئب وكلمة فئران دال تكتب مفرد على السطر يعني لا تكتب لا على الألف لا على الواو لا على الياء وإنما تكتب مفرده متى تكتب في حالة واحدة وهي إذا كانت الهمزة مفتوحة الهمزة مفتوحة وكان قبلها واو أو ألف مثل كلمة مروء أو كلمة يتساءل الهمزة في آخر الكلمة تكتب على الألف إذا كان قبلها مفتوح نحو خطأ وبدأ وقرأ تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضمون نحو مرء وتباطئ تكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسور نحو مساوء وطوارئ تكتب مفرد على السطر إذا كان قبلها حرف مد نحو ماء وسماء وسوء يعني أن كتابة الهمزة سواء كان في وسط الكلمة أو مفردة على السطر أو في آخر الكلمة تتبع أقوى الحركات وقد أشرنا سابقا أنه أقوى الحركات في العربية هي الكسرة وبعدها الضمة وبعدها الفتحة ثم السكون همزة القطع تكون واجبة في المواقع الآتية يعني أين أجد همزة القطع؟ هذه المواضع التي تكون فيها همزة القطع الفعل الثلاثي المجرد نحو أكله أخذه سأله قرأه الفعل الثلاثي المزيد بهمزه نحو أخرجه أقبله أكرمه الفعل المضارع المسند إلى المفرد المتكلم نحو أكتب وأناقش وأستغفر جميع الحروف ما عدا حرف التعريف يعني نقصد بأل التعريف جميع الحروف همزتها همزة قطع ما عدا أل التعريف مثل أن، إن، إلى، أو جميع الأسماء عدا قليلا جميع الأسماء إلا عدد قليل بهمزة وصل نحو إيران أحمد أنا أنت أندلس هاي كلها همزة قطع همزة الوصل ما هي همزة الوصل؟ همزة الوصل هي همزة زائدة نأتي بها أول الكلام للتوصل للنطق بالساكن لأن العربية لا تبدأ بساكن فإذا جاء قبلها كلام كتبت ألفا كتبت ألفا مجرد فقط ولم تكتب الهمزة مثلا عندما نصور فعل الأمر مثل كتب يكتب أكتب في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نقول كتب بالكاف الساكن لماذا؟ لأن العربية لا تبدأ بساكن فنأتي بالهمزة الوصل فنضعها قبل هذه الكلمة حتى نستطيع أنه نلفظ الكلمة فنقول أكتب همزة الوصل تكون واجبة في المواقع الآتي يعني أين أجد همزة الوصل؟ همزة الوصل تكون في هذه المواقع فعل الأمر الثلاثي نحو أكتب وإفتح وإجلس الفعل الخماسي والسداسي من الماضي والأمر والمصدر نحو انطلق انطلاق واتحد اتحاد واستغفر استغفار حرف التعريف الألف واللام دائما همزة وصل نحو الشمس القمر هناك أسماء معينة تكتب بهمزة الوصل أشهرها اسم ابن ابن أمرو اثنان واثنتان هذا كل ما يتعلق بالهمزة وبقواعدها وطريقة الكتابة فيها فعند اتباع هذه القواعد وبالاستمرار عليها سوف نحسن من طريقة كتابتنا باتباع هذه القواعد دعانا لكم بالتوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله